بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وسؤالنا لهذا اليوم هو من الأخ دانيال علي يقول السلام عليكم أستاذنا العزيز عندي سؤال إذا شخص ترك النظرية الاثنى عشرية في الإمامة والأسمة والغيبة إلى آخرها فمن بعد من أين يأخذ فقهه هل يجوز أخذ الفقه من القرآن وأحاديث الشيعة كمصدر موثوق للسنة وهل يجوز أن يقلد المراجع حتى لو ترك التشيع الاثنى عشري سؤال مهم بالحقيقة وفي عدة جوانب الجانب الأول أنه لا يجوز لأي إنسان أن يقلد في عقيدته والعلماء الشيعة السابقون كانوا يقولون حتى لا يجوز التقليد في الفقه في المسائل الفقهية الجزئية وإنما يجب على كل إنسان أن يجتهد أو يسأل العلماء ولكن بشرط معرفة الدليل وليس أنه يقلد هذا ذبه برقبة عالم واطلع منها سالم ماكوا واحد يطلع سالم إذا تبع إنسان آخر الله ما معين لا نبي ولا معصوم ولا نازل من السماء هذا الإنسان عالم دارس يمكن مصيب يمكن مخطئ فاشلون أنت تقلده وهو قد يكون مخطئ ويتبع الظن ما عنده علم أكيد في بعض المسائل وبعض العلماء حتى يمكن ما مجتهدين أساسا أنه هم مقلدين العلماء الأسابقين بالنسبة للتقليد في جانبين في حقيقة الآن في الأوساط الشيعية في جانب سياسي وفي جانب فقهي الجانب السياسي أعتبروا أن هذه المرجعية هي قيادة دينية إسلامية شيعية وهي امتداد لقيادة الأئمة المعصومين وقيادة النبي وقيادة الله تعالى يعني صارت في قيادة سياسية دينية هذا جانب الجانب الثاني المسائل الفقهية يعني الجزئية أو الصغيرة في الجانب الأول كنظرية سياسية هذا شيء ما ثابت بالإسلام لأن قد تقرأ القرآن من أول للآخرة ما في إشارة للمرجعية أو للقيادة الدينية السياسية النبي خلص انتهى واليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا بعدين أجوا جماعة مدوا هذه الآية قالوا إيه هذه الآية تشمل الأئمة أيضا بشرط الولاء للأئمة والأئمة ما موجودين فهي النظرية الأثنى عشرية أو النظرية الإمامة التي تشترط الناس والعصمة من الله والتعيين في سلالة معينة هذه ما موجودة حاليا ومو من اليوم 1200 سنة 300 سنة ما موجودة فهي نظرية تقريبا ميتة أو بائدة أو منقرضة ما لها وجود فطلعوا جماعتنا نظرية جديدة اسمها النظرية المرجعية حتى يمكن نسمي الشيعة اليوم أو قسم من عندهم قسم من الشيعة يسمونه الشيعة المرجعية مو شيعة الإمامية بعد ما يكون شيعة الإمامية يقولون لازم الإمام يكون معصوم ومعين من الله ومن هالسلالة لا أي مرجع يكون إمام الشيعة فإذن شيعة المرجعية مو شيعة الإمامية وهاي شيعة المرجعية ما هي الأساس بالإسلام لا بالقرآن لا عند النبي لا عند أهل البيت ما موجود في الشيعة اسمه لازم تقلد واحد ها طلعا من مي سنة سيد كاظم يزدي الله يرحمه طلع أنه لازم تقلد وذا ما قلدت عمالك كلها باطلة وهذا مصحح أنت صلي صوم تحج شو نعمالك باطلة هذا كلام كذب مصحح فما عندنا شيء اسمه قيادة دينية مرجعية لقيادة الشيعة في العالم الإسلامي أو للمسلمين ما موجود هشك هذا أبدا مصحح طيب تبقى المسائل الفقهية المسائل الفقهية أيضا قبل ما نجي إلها نقول النظام الجديد القيادي الشرعي هو النظام الديمقراطي الانتخابات الدستور هذا نظامنا الحديث السياسي يعني احنا يجب أن نتبع القائد اللي ننتخبه عبر سانديق الاقتراع هو يصبح قائدنا يصبح رئيسنا بعد المرجع مو رئيسنا رئيس الوزراء هو الرئيس أو رئيس الجمهورية هو الرئيس فهذا هو النظام اللي احنا كنا نرفض الشيعة الإمامية كان نرفضه 1300-400 سنة أنا مريد اللي يكون الرئيس معصوم ما يجي معصوم طبعا رئيس اسمه معصوم الآن رئيس الجمهورية في العراق اسمه معصوم كانوا سابقا الشيعة يقولون ماك ولي إلا علي وريد قائد جعفري بعدها مجاهم جعفري صار رئيس هسا يردون معصومهم مجاهم معصوم صار رئيس جمهورية لكن هذه اسماء طبعا إنما الجوهر الحقيقي هو النظام الديمقراطي اللي قام على الشورى الأمة انتخبة مو ينزل من السماء يتعين من الله ويصير إمام علينا هذه النظرية مثالية مثالية خيالية ووهمية ما يلا حقيقة ما يلا وجود والإمام الحسن عسكري اتوفى وما قال أصلا عندي ولد ولا قال شنو ما يصير الإمامة أصلا ما كان مهتم لا بالإمامة ولا بمسألة أنه عنده ولد لو ما عنده ولد بعدين اختلقوا له في الولد وين الولد قاله غائب ووقت يطلع قاله بعدين الله يعلم و 1200 سنة نحن باقين ننتظر ذاك الولد وما طلع فوسووا القيادة المرجعية شلون ربطوها قالوا هذا الفقيه هو النائب العام للإمام الإمام الغائب اللي ما حد ما شافه شلون هو ينيب في الواحد والمنيب ما موجود ويجي واحد يقول لك أنا نائب الإمام شلون صرت نائب الإمام من هو عينك أو أنت مثلا وكيل الإمام غير الموكل يديس لك رسالة أو يعلن شيء إذا هو الموكل ما موجوده ما حد ما شافه شلون صرت أنت وكيلة وشلون صرت أنت نائب مالة فهذه الشغلة ما موجودة بعدين بالمسائل الفقهية المسائل الفقهية أصلا التقليد هو حرام ما يجوز التقليد بالمسائل الفقهية لأي أحد إنما نستشير العلماء الله ما حط أي عالم لا سني ولا شيعي ولا زيدي ولا عباضي هو وصي وهو يتكلم باسم الله إنما العالم يعني إذا هو متخصص ومتبحر وراح باحث وأكو مسائل حادثة جايتنا أكو مسائل بديهية وضرورية ومعروفة الصلاة مثلا هكذا تصلي هكذا لم يحتاج تقليد تتقلد بيها شلون سلساتك باطلة لو ما قلدت أحد مثلا شوف شلون أسطورة مسوين للأيام وعايشين عليها إذا ما قلدت فكل أعمالك باطلة هذا مو صحيح أنت تصلي تصوم تحج تزكي هذا عادي وأشياء كل هالأحكام هاي معروفة وما بيها شي جديد من أول يوم الأحكام هذي ثابتة ومتواترة زيان أكو مسائل حادثة تصير هاي المسائل الحادثة مثلا البنوك الآن طلعت بنوك وتطي فائدة هاي الفائدة حرام لو حلال تعتبر ربا ولا ما تعتبر ربا مثلا أو ربا وهمي ربا يعني مو صحي مو ربا مع نسبة التضخم ما يسمون ربا هذا فاثنين بالمئة تلعثة بالمئة فهذه مسائل حادثة هنا نسأل إحنا المتفقهين اللي فعلا أدن فقه وأدن رأيه يعني دارسين وباحثين مو اسمه فقه وقبال لما نعرف أنه شو هو دارس لما دارس ويترى قدنا الآن مراجع يدعون للمرجعية عشرات عشرات الناس يدعون للمراجع ويكتب تحت اسمه عائط الله والمرجع الفلاني وما أدرشينه وبعدين هو لا دارس ولا باحث ولا متفقه يعني مو مرور سيئة وهو مقلد أساسا مقلد بعقيدته مقلد بأصوله بعلم الأصول يعني اللي هو مهم جدا للفقه مقلد بالرجال مقلد حتى بالفقه تسعى للمرجع الآن شنو رأيك بفلان حكم مثلا يقول لك هذا مثلا مواجب أو واجب أو مستحب إذن شنو دليلك شفت القرآن كرأت القرآن شي يقول مثلا الله شي يقول بالقرآن لا ما قارل القرآن شلون نفس المجتهد وهو ما قارل القرآن وما يعتمد فيه أحكامية على القرآن يعتمد على الشبهات وعلى حاديث الضعيفة على أحد فأي سؤال واحد عنده الآن خلي نفتح نفتح كسنة وشيعة بعد ما نقول هذا عالم سني وهذا عالم شيعة أي عالم محترم نشوفه في أي مكان ودي يقول في كلام علمي يعني وبأدلة وبراهين احنا نستفيد من علمه مو شرط يكون اسمه مرجع ولا اسمه فقيه ولا اسمه مثلا العنوان ماله واحد آلم نقرأ كتاب ماله نشوف والله هذا عنده علم فيه دي يجيب لك أدلة دي يجيب لك براهين حتى مقالة لو قرأت انت مقالة بالفيسبوك لو قرأتها واقتنعت بيها وشفت هذا الإنسان الكاتب اللي ما تعرفه بس دي يقول لك الشيء أدلة دي يجيب لك براهين دي يجيب لك آيات قرآنية دي يجيب لك انت تفكر في كلامه شوف كلامه صحيح ولا لا وأخذه يعني مو شرط لازم شخص معين أو مجلس فقهي معين حتى يقرر في مساء المعين معذرة فإذن التقليد الأعمى هو حرام اللي يقول لي أهلا إذا ما تبعنا الفقه النظرية الاثنى عشرية هي النظرية الاثنى عشرية ما موجودة حاليا يعني أنا تعجب من بعض الناس اللي قد يناقشون في القضية يعني النظرية الاثنى عشرية شا تقول تقول ما يجيب واحد يحكم بالدنيا مش سنشكل حكومة إلا هذا الحاكم معصوم ومعين من الله ومن هالسلالة العلوية الحسينية طيب وين هذول الحكام أو وين هذا الحاكم الآن يقول لك غايب طيب إذا غايب يعني يعني ما موجودة هاي النظرية هاي النظرية صارت شنو صارت مستحيلة أو صارت وهمية أو صارت بائدة منقرضة ما إلى وجود ما يمكن تطبيقها ولذلك الشياء الآن تخلوا عن هاي النظرية عمليا وراحوا أخذوا النظام الديمقراطي عندنا مجلس شورى في إيران مثلا مجلس برلمان موجود في العراق هو يسوي القوانين بعد ما تقلد أحد القوانين العامة اللي هي محل ابتلاء هو مجلس البرلمان هو يسوي القوانين والناس يتبعون لأنه تختاروا في النخبة حتى يسوون القوانين يمكن ذلك النخبة أيضا يخطؤون يمكن يسوون قوانين ليس صحيحة هذا احتمال وارد مثلا قانون الانتخابات في العراق مجلس النواب يجايب القائمة المغلقة سانت ليغو ما أدري شنو وواحد بوينت تسعة وواحد بوينت ستة وبالتالي مثلا العملية الانتخابية القانون الانتخابات يخدم الأحزاب الكبيرة اللي عندها قواعهم والسيطرة على البرلمان وما تخلي واحد ثاني يطلع احنا نشوف نفس نبعك أنه هذا مو مصلحة البلد وبالتالي ما في يعني ديمقراطية سليمة ولازم احنا النواب مو واحد فاشل رئيس القائمة اللي هو جايب أصوات عالية يطلع الفاشلين في مجلس النواب هذا مو صحيح لازم يكون تنافس حر في كل دائرة في كل دائرة صغيرة يعني في كل مدينة أو في كل ناحية المرشحين يترشحون والناس يعرفوهم واحد واحد مو بناء على ترشيح رئيس القائمة لهم احنا القائمة كلها ننتخبها ويصعدون دولا جماعة الفاشلين لا كل واحد يصعد في مجلس النواب يصعد بزودة يعني هو الناس عرفوه ويثقوا بي يصعدوا ويكون في تنافس في تلك الدائرة بين مختلف الأحزاب أحزاب مثلا من كل الأنواع ويشوفون الناس أي واحد أفضل واحد فيهم ينتخبوا وثم يكون فيه ترابط بينهم وبينه يعرفوه يرحون يجون يمه يسألوه يناقشوه يطلبوه من عنده أن يطرح في الموضوع مو يروح بالمجلس النواب وما يدرون شي يسوي هذا وإن من يتبع رئيس القائمة وعدنا الرؤساء قوائم من بره هو ما جالس بالبرلمان سيد وقت هذا الصدر هو خارج البرلمان بس عنده كتلة الأحرار يابا روحوا سووا هالقانون لا سووا هالقانون صوتوا على الموضوع لا صوتوا على الموضوع روحوا يمين روحوا يمين روحوا يسار روحوا يسار هذا ما يصير مو شي جيد يعني لازم النواب يتبعون الناس مو يتبعون رئيس القائمة هذا الشيء مهم جدا حتى تكون عمليا ديمقراطية صحيحة والنواب يحترق قلبهم مع الناس يرحون يسوون شيء يعني ما يخدم الناس مو فقط يخدمون قوائمهم ويسوون محاصصة وهم يشاركون بالكعكة وفي ما إلا فإن هذا النظام الجديد أما التقليد الأعمى سواء في السياسة أكو ناس في السياسة يقلدون تقليد أعمى يقول لك فلان قال انتخبوا هاي القائمة المرجع الفلاني أو الزعيم الفلاني أو السيد الفلاني قال انتخبوا هاي القائمة احنا نروح ننتخب ومن يدري ذول الناس ننتخبهم زينين لو مو زينين جيدين لو مو جيدين هذا مو صحيح سواء في المسائل السياسية أو مسائل الفقهية الجزئية أو القضايا الكلية لازم احنا كل إنسان هو يرفع من مستوى ثقافته ويفكر ويناقش ويقرأ ويطلع على مختلف الأراء حتى يختار شيء بينه وبين الله مو يحط واحد وعسطة بينه وبين الله هذا مرجع هو برقبة عالم وطلع منها سالم بس مع الأسف فيه ظاهرة التقليد الأعمى موجودة عندنا بصورة عامة وهذه ظاهرة سلبية وتعود بالضرر على نفس الإنسان ذلك احنا يعني هناك تطور نقول انه احنا هاي نظرية الاثنى عشرية هي من موجودة نظرية كديمة قبل ألف وكدا سنة نظرية بائدة ما له وجود النظرية الحية هي النظرية الديمقراطية المرجعية شنو بالنص كانت فترة مؤقتة وخلصت خلصت وراحت المرجعية في المسائل الفقهية احنا احنا لازم نجتهد ما لازم احنا نقلد أحد او ما قدرنا نجتهد نشوف الأدلة والبراهين نسمع كل الأراء ثم نختار بينه وبين الله الرأي الصحيح هذا هو المطلوب وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وإلى موضوع آخر بعد قليل ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر